وناخد أول سؤال النهاردة لأستاذ أحمد من القاهرة أستاذ أحمد تفضل أهلا أفنم أهلا وستهاني تفضل أستاذ أحمد حضرتك حضرتك سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل أستاذ أحمد حضرتك أنا اسم أحمد من حدق المعاجم أهلا وستهاني حضرتك أنا اتجوز ست أسور بالضبط ومرتي حبلت طيب تمام وبعد كده في فضطرة الحمز حضرتك مرة تيقظت عند ووالدتها مم ولما تلعت لما جابت الود 25-11 كان ساعتها مولد النبي والود نزل تمام أنا مع حضرتك تمام الود نزل يعني الولد اتولد ولا حصل صاق اه اه اتولد اسمه عبد الله الحمد لله من ساعتها الحياة دلوقتي احنا دلوقتي ابني عنده عمره خمس سنين ايوه ولا بشوفه ببعث له فلوس ببعث له لبس ببعث له كل حاجة بس أنا تحباه اه يعني انت دلوقتي بس عشان فيه معلومة الناس ما كانتش واضحالها انت دلوقتي لما قلت نزلت عند لما الولد عنده ستة شهر نزلت عندهمها يعني غضبت عندهمها غضبت بسبب ان اختي اديته لبوسها حضرتك كان اول يوم كان الولد سخن بالله يا بنت يروحك شفع ليه معرضتش المهم اللي عشان مثلا ما تقلش على البرنامج حضرتك تمام الولد لما تولد هم رفع علي عضية كان نتربتكم معايا كنا بنفتر السوق لما تنهت الولد لما ولد استاذ احمد خلينا اسألك هل تم بينكم طلاء الحيث دلوقتي ما حصلش اللي حصل دلوقتي ان هي غضبانة يعني هي غضبانة بالولد دلوقتي خمس سنين رفع علي عضية وانا بتتربت معايا رفعت عضية اللي هي نفقة طيب يا سيد احمد انتو خمس سنين وبينكم الكلام دوت وهي واخد الولد وسايباك بيه وما كانت فيه اي محاولات للصلح اظن اكيد فيه حاجة كده مش مناسبة انا بعدت تكير حضرتك يا شيخ مفيش اي ام قالولك لا ترامى اخت وانا والدتي عاجزة وقعد دلوقتي مع والدتي انا باعت عفش كله وديتها هي حاجات اللي هي جايبها مش عايزة ترجع انا رفت بيع العفش بتاعي انا وقعد مع والدتي بس كل ما باجه اشتغل حضرتك الباب بتقفل انا نفس اسأل نفس اسأل السؤال ده طيب انا عايزة اقولك حاجة يا سيد احمد انا بكون صريح مع احبابي انا منكم انا زي زيكم احنا احباب وبنتكلم بكل صدق يبدو لي ان المشكلة ما ينفعش ان انا اقول ان زوجتك ام ابنك هي السبب بس في المشكلة اللي بينكم يبدو ان المشكلة سببها انتوا الاتنين انا ااسف يعني لان عشان خمس سنين ومعليش انا ااسف برضو ما انا بحاول افهم خمس سنين وانت حالك بتحاول تتودد اليها وحالك بتقنعني ان انت من غير ما يكون لك سبب في الكلام ده لا ضرب بقى ولا هي لما قالت لك بقى انا معترض ان اختك تدي اللبوسة للولد وكده ممكن تعرضه للخطر واللبوسة دي خطأ كان لابد ان الولد يروح للدكتور ولما حصلت الشجار ده كله انت فهمني ان انت في ده كله ولا كنت عملت اي حاجة اما وان الوضع اللي بيننا دوت انا ببقى دايما عشان خبرتي في الارشاد الزواجي فانا عارف ايه الخلفيات بتاعدها هنفترض ان انت كل اللي قلتولي ده صح على كل حال انتو محتاجين وسيط يدخل بينكم محتاجين وسيط يدخل بينكم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا لما حصل الشقاق والفراق ما بين بريرة ومغيث طلب مغيث ان حضرة النبي يتدخل ويتشفع له عند بريرة يعني يروح لبريرة ويقول له والله مغيث ده بيحبك هي كانت اما وبعدين تحررت فوق لكن الشاهد ان رسول الله سلم تشفع ما بين الحبيبين فراح رسول الله سلم لبريرة يتشفع عندها عشان ترجع لمغيث فإن اللي حصل فقالت يا رسول الله أأمر أم أنها شفع قال بل شفع قالت لا أنا مش عايزة أرجع لبريرة أنا مش عايزة أرجع لمغيث فالشاهد من كده ان احنا محتاجين وسيط حضرة النبي الشاهد في ده كله ان حضرة النبي علمنا ان فيه اوقات لازم يبقى ما بين الزوجين يدخل وسيط طب إيه اذا الوسيط ما نجحش لازم يدخل خبير لازم يدخل ايه خبير فأنا بقول لحضرتكم ببساطة خالص شوف حد له تأثير على زوجتك وحاول تخليه يسمعني دلوقتي وأنا بقول له يعني أدرك هذه الأسرة فبعثه حكما من أهلي وحكما من أهله خلي واحد حكيم يروح ويحاول يصلح بينكم طب إذا فشل هذا الشخص ده لأن أنا عارف أن في كثير من الأحيين في بعض البيئات ثقافة الإرشاد الزواجي من الثقافة منتشرة بالقدر الكافي طب إذا فشلوا لازم تكونوا على مركز الإرشاد الزواجي أنت وهي مش عشان مصلحتكم أنتوا بس لكن عشان مصلحت ابنكم اللي ما ينفعش ينشأ في أسرة مفككة اللي ما ينفعش أنتوا الاتنين تقوموا بالمعندة وبالمكيدة وبالأواضي ده وتدوسوا الولد ده برجلكم لا اتقوا الله سبحانه وتعالى في أولادكم واتقوا الله في أنفسكم قبل ما تتقوا الله في أولادكم لأنه هو ده اللي هيحل لكم مشكلتكم أنا أظن أن أنت سمع كلامي وأظن كمان أن زوجتك ممكن تخليها تسمع كلامي ده فيا سادة لو سمحتم أنتوا لما بتجنوا على أولادكم في الحقيقة أنتوا بتجنوا على أنفسكم قبل ما بتجنوا على أولادكم لأن في حتة بتنقص منكم كده في حتة بتقل منكم في حتة بتبقى توارط في إنسانيتكم جزء الخاص بيقدي إيه حنانة الأب وحنانة الأمة على الطفل أنتوا الاثنين لما ترجعوا لنصابكم تاني وتحطوا الحاجات في نصابها وإنت لو غلطان تعتذر لها وهي لو أسائت ليك كمان هي ترجع عندها وحاولوا تتدركوا ده لأن في معاصي مش هتقدروا تتخلصوا منها إلا إذا ردتوا الحقوق لأهلها فحاولوا أنتوا الاثنين تتقلوا الله سبحانه وتعالى في بعض مش بس عشان ابنكم عشان ما تقبلوش ربكم وإنتوا على أكتفكم أحمال من زنوب هي من أعظم الزنوب هي الزنوب أن أنا بسميه الزنوب الأسرية الزنوب الأسرية من أعظم الزنوب إن من أعظم الإسم أن يضيع الرجل من يعول فاتقوا الله سبحانه وتعالى أنتوا الاثنين مش بس حضرتك أستاذ أحمد لكن كمان زوجتك تتقل الله سبحانه وتعالى فيك وأنت تتقل الله فيها وزي ما قلت لكم ندخل وسيط من أهلك وأهلها ما نفعش تفضلوا تعالوا تعالونا على مركز الرشاد الزواجي ونتكلم مع بعض وما فيش مشكلة الله سبحانه وتعالى ما أنزل داءا إلا وأنزل له دواء